بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا الأعزاء أهلا وسهلا بكم في قناة Medical Students أنا دكتور سفيان عماد واليوم إن شاء الله رح ناخذ المحاضرة الأولى بكورس مادة التوليد إن شاء الله اليوم يا شباب رح نبدي بداية جديدة رح ناخذ بيها إن شاء الله المحاضرة الأولى Lecture 1 بكورس الأوبستترك بكورس مادة التوليد عنوان محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله رح يكون بعنوان الأوبستترك history and examination يعني شباب إن شاء الله بهاية المحاضرة اللي رح أسميها محاضرة تعريفية أو محاضرة تقديمية رح نتعلم شلون ناخذ history شلون ناخذ تاريخ مرضي من الpatient من المريضة بالأوبستترك بمادة التوليد وأيضا رح نعرف شلون نسوي examination فحص سريري للpatient للمريضة بمادة الأوبستترك بمادة التوليد شباب أريد تركيز من عدكم حتى نفتهم هاي المحاضرة شباب هاي المحاضرة رح تكون على بارتين بالبارت الأول إن شاء الله رح نتعلم شلون ناخذ history زين رح نتعلم الأوبستترك history زين أخذ التاريخ المرضي في مادة التوليد وإن شاء الله بالبارت الثاني رح نحكي عن clinical examination بالأوبستترك يعني رح نحكي عن الفحص السريري في مادة التوليد هاي المحاضرة مو دائما تجعلها هواية أسئلة بالنظري يعني أسئلتها كلش قليلة بالنظري وتعتبر محاضرة تقديمية أو محاضرة تعريفية المحاضرات مادة التوليد زين بس أهمية هاي المحاضرة أنه حتبقى تمشيوا إياكم سنة كاملة بمحاضرات مادة العملي زين لأنه العملي كلي تيعتمد على هاي المحاضرة لازم تعرفون شلون تاخذون history من المريضة من الpatient زين ولازم تعرفون تسويون examination لأنه رح تبقى وياكم كل السنة زين أنا كاتب لكم ملاحظتين وعدي ملاحظتين قبل أن بلش الشرح شباب الملاحظة الأولى اللي هي هاي كاتب لكم يا هنانا هذه المحاضرة غير قابلة للفهم بصورة كلية كونها محاضرة عملية تحتاج إلى تدريب سريري شباب أنا رح أشرح لكم الhistory نظريا رح أشرح لكم شلون تاخذون history من المريضة زين طبعا مثل ما تعرفون بالاوبستتريك احنا نتعامل ويا female فأني من أذكر كلمة patient من أقول patient ما أقصد مريض أقصد المريضة لأنه احنا حنتعامل ويا الفيميلز زين ويا النساء زين فهاي المحاضرة يا شباب ما رح تفتهموها بمية بالمية بصورة كاملة ليش لأنه هاي المحاضرة قلت لكم تحتاج إلى تدريب سريري زين تحتاج تمارسوها بالمستشفى تحتاج أنتم تسمعون هاي المحاضرة وتخلصوها زين من تروحوا للمستشفى تطبقون هاي المعلومات اللي رح أطيكم إياها هسه حتى تنطبع ببالكم زين اتفقنا هاي الشغلة الأولى الشغلة الثانية أغلبكم يسمي هاي المادة النسائية هذا الكورس هو مو كورس نسائية وإنما كورس توليد شباب أكو فرق بين التوليد وأكو فرق بين النسائية التوليد هو الأوبستتريك زين اللي نحن أخذه هسه ورح نأخذه بهذا الكورس يسمونه أوبستتريك النسائية يسموها الGynecology زين يا شباب الأوبستتريك تاخذوها بالمرحلة الرابعة اللي هي التوليد والGynecology اللي هي النسائية أو الGyno يختصروها الGynecology اللي هي مادة النسائية أو أمراض النساء هاي تاخذوها بالمرحلة الخامسة إن شاء الله اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا فهسه كملخص لليحجيته من بداية المحاضرة لحد الآن احنا دخلنا على أول محاضرة بمحاضرات كورس مادة التوليد عنوان محاضرتنا لهذا اليوم يا شباب هيكون الأوبستتريك هستري أنت إكزامينايشن رح نأخذ شلون نأخذ التاريخ المرضي شلون نأخذ هستري من البيشنس من المريضة وشلون نسوي لها فيزيكال إكزامينايشن أو كلينيكال إكزامينايشن فحص سريري زين يا شباب؟ وقلت لكم هاي المحاضرة يحتاج وراها تتدربون عليها بالمستشفى حتى تضبطوها 100% زين نسمي بسم الله ونتوكل ونبلش بمحاضرة الأوبستتريك هستري أنت إكزامينايشن شباب بالبداية حاط لكم أوبجيكتف الأهداف ما للمحاضرة الأهداف ما للمحاضرة هنالا مهمة ليش مهمة؟ لأنه أنا أريد أوضح لكم فاتشغلة شوفوا شباب أنا هدفي من هاي المحاضرة الأوبجيكتف أنه تأخذون أكيوريت هستري زين؟ هدفي كل يتهدفي بهذه المحاضرة والشرح والحكي كل اللي راح أحكي آني حتى من تجون تأخذون هستري من المريضة إن شاء الله بالمستشفى تأخذون أكيوريت هستري هستري مضبوط زين يا شباب؟ تأخذون تاريخ مرضي مضبوط ليش؟ لأنه هذا التاريخ المرضي المضبوط يا شباب شو راح يعلمكم؟ راح يأكد لكم إنه المرأة حامل لولا زين؟ راح يعلمكم شون تحسبون شقد بيا شهر هي زين؟ راح ينطيكم فد نقطة أو يوضح لكم إنه صحة الطفل شلونه صحة الأم شونه زين؟ فمن تأخذون أكيوريت هستري كل الأمور الجاية حتكون أسهل فشوفوا شكاتب لكم؟ تعالوا خلي نقرأ أول أوبجيكتف أول هدف من هاي المحاضرة طبعا الأوبجيكتف ليست للحفظ هاي النقطين فقط للفهم بس أريد أفهمكم إياها شباب أول هدف إنه جدي يقول لكم شباب شنو الفائدة من أخذ أكيوريت هستري إنت إذا تحصلت أو أخذت أكيوريت هستري هستري مضبوط أول شي راح تقدر راح تتأكد إنه المرأة بريغنانت أو نوت زين؟ to confirm a woman's suspicions أو suspicions of a pregnancy يعني هي المرأة ممكن تجيك بأعراض وعلامات راح تحكي لك إياها أنت راح تحكيها بال يعني راح تأخذها من عدها بالهستري فراح تتأكد من عدها هل هي بريغنانت أو نوت زين؟ بعدين إذا هي بريغنانت شو راح تتأكد make accurate fetal dating زين؟ راح تحسب الـ dating مال الفيتال مالتها زين؟ يعني راح تحسب الطفل يشقد عمره ببطنها صار لها يشقد حامل من خلال accurate history وهسا راح نعرف شو نحسب زين؟ راح تأخذ فتفكرة عامة عن general health عن الصحة العامة مال الأم ومال الفيتال مالتها ومال الطفل زين؟ فإذا أنتو الـ history المضبوط كل شي يفيدكم زين؟ النوب الهدف الثاني اللي يريدكم تعرفونه أنتو من تأخذون history من المريضة بشكل زين ومن تسوون clinical examination فحص سريري راح تعرفون risk factors عوامل الخطر اللي ممكن تأثر على صحة الأم أو على صحة طفلها راح تقولي شلون دكتور راح أقولك مثلا إذا أنت من تأخذ history من الأم وعرفت أنه الأم عندها ضغط أو سكر أو الأم مثلا سمينة كلش أو ضعيفة كلش هذا علي من حيأثر حيأثر على صحتها أثناء الحمل ويأثر على صحة طفلها زين؟ فأنت من تعرف risk factor زين؟ هذا راح يدليك على أنه ممكن الأم صير لها خطر أثناء الحمل ممكن الطفل يصير لخطر أثناء الحمل فالهدف يا شباب الهدف من الobjective اللي خالي لكم إياه هنا أنا أول نقطين أنه فقط دي يقول لك طبعا ما ريدكم تحفظوها ولا ريد تحفظون أي كلمة بيها غير مطالبين بالحفظ مالتها بس أريدكم تعرفون كهدف من هاي المحاضرة كobjective لهاي المحاضرة أنه taking accurate history هذا اللي أريد منعدكم أنه تأخذوا لي history مضبوط جزاكم الله خير إذا أخذتوا لي history مضبوط عرفتوا شلون تأخذون history بهاي المحاضرة هذا كلش كافي اتفقنا اتفقنا هس إن شاء الله راح نسمي بسم الله وندخل على محاضرتنا محاضرتنا اش دي يقول بيها محاضرتنا بالبداية راح قلت لكم راح نقسمها إلى بارتين بارتين بالبداية راح ناخذ به history وبعدين راح ناخذ clinical examination بالبارت الثاني الفحص السريري راح نخلي على البارت الثاني شوفوا شباب بالبداية أول ملاحظة داي يقول لكم ش داي يقول لكم هنانا داي يقول لكم taking a history and performing an obstetric examination are different compared with the history and examination in other specialists يعني شنو المقصود بهاي النقطة شباب داي يقول لكم أنتو من تجون تاخذون history ومن تسوون obstetric examination فحص بمادة التوليد هذا الhistory والexamination مع المادة التوليد يختلف عن other specialists يختلف عن أخذ الhistory والexamination مع الباطنية يختلف عن الhistory والexamination مع السيرجري الhistory والexamination مع التوليد مع المادة الوبستيطريك left specials يعني إلفة خاصية زين يكون unique يعني يكون إلفة أسئلة خاصة بي إلفة examinationات خاصة بي فيقول لك أخذ الhistory والexamination بمادة الوبستيطريك هيكون different من الother specialists فلذلك احنا عدنا محاضرة كاملة ندرس بيها ونتعلم بيها شون ناخذ history وشون نسوي examination بالوبستيطريك بمادة التوليد أوكي أكو شباب قبل لن ندخل على الhistory أكو key learning points شباب هاي نقاط ضرورية هاي نقاط ضرورية هاي النقاط اللي بالأصفر ده تشوفوها شباب اللي هي وحدة زين ثنيا شكام نقطة بتخلي أحسب لكم إياها ثلاث نقاط أربعة خمسة ستة سبع نقاط شباب ذني سبع نقاط أنت ذني ما لها علاقة بالhistory زين هذني يسموه key learning points يعني هاي فد نقاط أساسية أو فد مفاتيح أساسية إذا سويتها أنت زين المريضة الpatient من تجي تأخذ من عندها history رح تكون متعاونة وياك رح تنطيك كل المعلومات ما رح تشذب عليك رح تكون متعاونة وياك رح تساعدك وهذا شو وقت يفيدكم شباب يفيدكم بالامتحان بالفاينال من يقول لك رح تخذ لي history من مريضة وينطيك فقط ربع ساعة أو نص ساعة وانت لازم تاخذ history كامل بالأخير بربع ساعة أو نص ساعة شباب هذا إذا طبقتوا هاي الأشياء السبع نقاط زين المريضة غصبا ما عنها حتتعاون وياكم لأنه هذان النقاط هي communication skills هي مهارات تواصل زين مهارات تواصل ويا المريضة زين حتحبكم يعني هاي الأشياء إذا سوتوها هتخلي المريضة تحبكم وأيضا هتخلي الدكتورة تحبكم لأنه هي أشياء أساسية لازم تسووها أول نقطة يجدي يقول لكم always introduce yourself and say who you are زين يا شباب يعني أول ما تجي من المريضة أكيد هتوقف من الجهة اللي يمنى للمريضة وتقدم نفسك زين توقفون على الجهة اللي يمنى للمريضة زين يعني من يم إيد المريضة اللي يمنى زين وintroduce yourself تقدم نفسك أنا دكتور فلان فلان طالب بالجامعة المستنصرية كلية الطب المرحلة الرابعة تسمحي لي أخذ من عندك معلومات عن حالتك المرضية حتقول لك تفضل زين كلش حتكون متعاونة وياك إذا قدمت نفسك بهاي الطريقة فبالبداية introduce yourself زين النقطة الثانية make sure you are wearing your identity badge يعني لازم لابسين الباج التعريفي ما لدكم هاي فت شغلة legals يعني قانونية زين فتشغلة legals القانونية يعني تحاسبون عليها بالساشنات زين يا شباب فلازم تأخذون الباج البطاقة التعريفية ما لدكم تخلوها على اللاب كوت ما لدكم وتكون موجودة بكل ساشن زين النقطة الثالثة جدي يقول لكم wash your hands or use alcohol gel شباب دائما قبل لا تبدون أنا قال لكم إياها بالساشنات بالميتنج دائما قبل لا تبدون تسوون examination قبل لا تفحصون المريضة قبل لا تطخون المريضة أو قبل لا تمدون إيدكم على المريضة تسوون examination دائما مسحوا يديكم بالكحول زين مسحوا يديكم يجي فد مسحة خفيفة بالكحول حتى يعني هذا ينطي انطباع للمقابل أنه أنت يعني clean doctor زين أنت courteous doctor gentle doctor زين واللي هاي توضحها النقطة اللي وراها be courteous and gentle يعني أنت بتعاملك ويا المريضة لازم تكون courteous لازم تكون مهذب لازم يكون تعاملك بكل احترام مو المريضة قلت لك معلومة زين وانت ضحكت على هاي المعلومة ما رح يبقى اي احترام بينك وبين الpatient زين لأنه هاي شباب أشياء أساسية لازم تتعلموها زين انت وصديقك تتاخلون history وذكرتوا شغلة وضحكتوا ما يصير زين يعني لازم انت وصديقك او انت وصديقتك من تدخلون على المريض او على المريضة وتاخدون history لازم كل شي برا تنسوه اتوا هنا قدام patients لازم يعني يكون تعاملكم انساني يكون تعاملكم اخلاقي قبل كل شي زين always ensure the patient is comfortable and warm شباب المريض لازم يكون comfortable المريضة من تجون تاخدون منعدها history لازم مرتاحة مو الألم يعصر بيها مو ده تجيب ده تولد وانتو تاخدون منعدها history لازم تكون comfortable مو هي واقفة تاخدون منعدها حتى لو مثلا لقيتوها بردها تتمشى وتريدون تاخدون منعدها history قل هيستريحي تفضلي قعدي بالسرير مالتش وتاخدون منعدها history فلازم المريضة تكون comfortable ولازم الغرفة اللي تاخدون بيها history تكون warm لا باردة كلش ولا حارة كلش زين النقطة الساتل اللي ملونها بغير لون لأنه مهمة زين always have a chaperon شباب لازم بال female يعني بال obstetric history من تاخدون history من المادة التوليد او من سوون examination فحص سريري بمادة التوليد لازم يكون اكوياكم chaperon chaperon اللي هو المرافق زين يعني لازم يكون اكوفة شخص وي المريض زين مثلا امها اخوتها صديقتها لازم يكون اكو chaperon بالموضوع زين لخصوصية المريضة زين اخر نقطة شي يقول لك tailor your history and examination to find the key information you need يعني شنو معلومات من المريضة هاي المعلومات tailorها tailor your history and examination يعني فصلها او رتبها حتى بالاخير من تجي تقدم الhistory maltech لpresentation maltech يكون typical زين يا شباب فاذن راح عديلكم ذني سبع نقاط اللي هن key learning points فالنقاط اساسية لازم تسووها من تاخدون history من المريضة اول شي تقدم نفسك introduce yourself بعدها لازم تكون wearing your identity badge لازم لابس البطاقة التعريفية مالتك خالها على اللابكوت زين لازم قبل لك تبدي الexamination wash your hands or use alcohol gel عقم ايلك قبل لك تبدي لازم تعاملك يكون محترم زين ومهذب ويا المريضة be courteous and gentle الpatient من تجي تفحصها لازم تكون comfortable والغرفة ما للفحص لازم تكون دافية warm لا هي باردة ولا هي حرة وايضا لازم يكون وياك chapter مرافق وكي توقف على الجهة اليمنى من المريضة ولازم يكون اكو privacy للمريضة زين وبالبداية تسلم عليها وتقدم نفسك هاي كلها اشياء اساسية وبالاخير tailor your history and examination من تخلص رتب الhistory والexamination مالتك حتى تلقي المعلومات اللي انت تحتاجها وحتى من تقدم البرزنتيشن مالتك يكون مثالي زين اسرح نبلش بالhistory template يعني شنو هي اجزاء الhistory يا شباب من تجون تاخذون history شنو هي اجزاء الhistory قبل شوية طايتكم معلومة قلت لكم الhistory بالobstetric different from other specialists يختلف من بقية الاختصاصات شباب الhistory بالنسائية او بالتوليد زين يا شباب الافة خصوصية يعني اكوى اشياء متشابهة ويا بقية الhistory يعني انتو مثلا متجون بالبطنية تاخذون history بالبداية تاخذون personal information معلومات شخصية اسم عمر الجنس متزوج او لا السكن هاي المعلومات الاساسية زين هاي يعني متشابهة هم راح تاخذوها بالhistory يعني من التاخذون من التوليد من مادة التوليد والنسائية هم مات بالبداية لازم الاسم والعمر والمتزوجة او لا وهاي الاشياء كلها لازم تاخذون من البداية ليش لانه هاي medical legal aspect هذا جانب طبي قانوني لازم انت كل مريض من تجي تتعامل ويا زين لازم تعرف اسمه لازم تعرف وين ساكن هاي اشياء قانونية لازم تثبتها حتى لو كان obstetric حتى لو كانت يعني obstetric history history في مادة التوليد زين فهذا اني معلومات اساسية ايضا حتى من اثناء الكلام ويا المريضة من تعرف اسمها حتناديها باسمها زين الثاني من اقول حضرتك ومن حضرتك هي مثلا اسمها هدا او نور او اي اسم زين فالاسم هيكون الى تأثير من تنادي الشخص باسمه افضل من ما تنادي بحضرتك او انت او هيشي مصطلحات زين يا شباب فانت لازم تعرف اسم المريضة تعرف عمرها تعرف سكنها تعرف متزوجة او لا هاي الاشياء كلها لازم بالبداية ثابتة بس بعدين اكو اختلافات هس راح نطلق لها اثناء الشرح زين يا شباب فالهيستري تيمبلت منين يتكون الهيستري بالنسائية انا امرقموا لكم اياها اول شي يتكون من يسموها الديموغرافك ديتيلز او الديموغرافك او اسمها الثاني يسموها البرسونال امفورميشن زين يا شباب يعني المعلومات الشخصية اش تاخذون بيها شباب اول شي تاخذون اسم المريضة النام اسم المريضة لازم الثلاثي زين تاخذون عمرها زين اش قد عمرتش الاوكيوبيشن شنو الشغلها زين بعدين تسألوها اه السكن مالتها ريزيدنس وانساكنة تاخذون ايضا معلومات عن الزوج مالتها تاخذون اسم زوجها زين يعني هنا ما مكتوباتي هنا شوفوا شباب هذا الهيستري اللي موجود هنا بس خلي انطيكم ملاحظة احنا نسموه راح نبلش هيستري هذا الهيستري موجود هنا غير كامل يعني بيه نقص بعد شوية ان شاء الله راح اروح على ملف ثاني منخلص الهيستري هنا راح اروح على ملف ثاني اعيدلكم شرح الهيستري حتى انطيكم ياه بشكل كامل زين فبالبداية انت تاخذ ديموكرافيك ديتلز فد معلومات عن المريضة زين معلومات شخصية اسمها عمرها الاوكيوبيشن مالتها السكن الريزيدنس مالتها فصيلة دمها كلش مهمة كلش مهمة تعرف فصيلة الدم زين ايضا تاخذ معلومات عن الزوج زوجها زين تاخذ معلومات اسمه عمره شيش تغل زين اش قدعدهم اطفال فصيلة دم رجلها ايضا مهمة الزوج مالتها ايضا لازم تعرفون فصيلة دم هاي كلها يسموها ديموكرافيك ديتلز يعني بيرسونال انفورميشن يعني معلومات شخصية اول ما تبديلها سليتاخذها زين عرفناها وراها شنجي ناخذ يا شباب نجي ناخذ لبريزنتين كومبلينت او 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 يعني شنو السبب اللي خلاها تيجي المستشفى النسائية والتوليد شنو هي المشكلة الرئيسية شنو اللي جابتش للمستشفى زين شنو شنتي تحسين ويجيتي للمستشفى لبريزنتين كومبلينت لازم تكون طبعا من كلمات المريضة زين ما تستخدموا المصطلحات طبية زين وتكون يعني عرض واحد زين او عرضين وياها الـDuration زين تشيف كومبلينت وياها الـDuration ما لتها شقد المدة صار لها مثلا Abdominal pain for three days زين مثلا Vaginal Bleeding for eight hours زين يعني لازم تكتبون تشيف كومبلينت بكل تفاصيلها اسمها تشيف كومبليت مثلا Vaginal Bleeding زين نزيف من المهبل فور شقد الدuration ما لتها فور مثلا eight hours زين وبعدين ورا هاعدكم ولا الـPresent Complete شانتوا تاخذون بالهيستري؟ تاخذون الهيستري of the present illness اللي هو تفسرون بيه المشكلة تسألون analysis للـ present complaint أو achieve complaint يعني المشكلة تجون تسألون عليها أسئلة بالتفصيل هاي أهمات تاخذوها زين؟ بعدين تسألون أسئلة يشوفوا شباب هنانا يبدأ الاختلاف هنانا يبدأ الاختلاف هذا اختلاف شنو هذا الاختلاف شباب؟ الاختلاف هنانا رح تجون تاخذون معلومات لها علاقة بالحمل زين؟ انتوا رح تتعاملون بالغالب شباب من رح تروحون للمستشفى رح تتعاملون فقط ويا مرضى حوامل ويا نساء حوامل فرح تسألوها يسمونه history of present pregnancy تسألوها عن الحامل مالتها زين؟ يعني مثلا شتسألوها؟ أول شي أكو ثلاث مصطلحات ذني كلش مهمة مصطلح يسمونه gestation ومصطلح يسمونه lmp ومصطلح يسمونه edd شباب شنو ذني المصطلحات؟ هذني المصطلحات كلش مهمات كلش مهمات وكلش لازم تعرفوهن وهذني يا شباب كتبوا قدامهن 100% كل session تنسألوهم بهن زين؟ 100% كل session تنسألوهم بهن هذني اللي ثلاثة gestational age والlmb اللي هي last menstrual period والedd اللي هو expected date of delivery زين يا شباب؟ هذني اللي ثلاث مصطلحات أريدكم لو يعني هاي المحاضرة كلتها تنسوا ليها وذني اللي ثلاث مصطلحات ما تنسوهن لأنه هنا ذني أساس مادة التوليد gestational age lmp والexpected date of delivery عفولي هذا شباب عفولي هاي كلتها زين؟ خلوا قدامها علامة استفهام تعالوا خلي نشرح شنو ذني لثلاثة gestational age والlmp والedd نبلش في أول وحدة شوفوا شباب أول شي أريدكم تعرفون أنه البرغنانسي شقد يطول يطول 280 يوم يعني شقد؟ يعني 40 أسبوع يعني شقد؟ يعني 19 زين؟ هاي مدة الحمل الطبيعي زين؟ هاي أريدكم تعرفوها زين؟ تسعة تشر فإذا نشقد مدة الحمل هاي كاتب لكم ياهنانة the median duration of pregnancy يشقد؟ 280 يوم 40 week 9 month زين؟ زين؟ إحنا شلون نحسب الحمل؟ نحسب الحمل البرغنانسي has been historically dated from the last menstrual period اللي هيسموها lmp يعني شباب إحنا من نحسب الحمل رح نعتمد على last menstrual period رح يجيني طالب يقولي الدكتور دخل شنو الlast menstrual period رح أقولي صبرك عليها شوية بعد خمس دقائق رح تصير هاي الlast menstrual period عليك مثل الزلاطة هس رح أفهمك إيها بكل التفاصيل زين أكوفت شي سمونا EDD شباب الEDD اللي هو estimated date of delivery أو يسمونا lxpected date of delivery يعني أنا يعني أقدر أحسب المرية من هي حامل وأعرف إش وقت تجيب أعرف بيا يوم تجيب زين؟ زين؟ السايكل لينكس طول الدورة زين؟ إش قد؟ يعني كل إش قد المفروض النساء يلا تيجيها الدورة كل 28 يوم فالسايكل لينكس زين؟ طول شباب عدكم مصطلحين كتبوهن هنانا اللي أنت سألون بهن أكوفت شي سمونا السايكل لينكس وأكوفت شي سمونا السايكل لينكس زين؟ السايكل لينكس يعني كل إش قد يلا تيجيها الدورة المرأة أغلب النساء كل 28 يوم زين؟ زين؟ فهاي السايكل لينكس يعني إش قد يلا تيجيها المنستر والسايكل زين؟ كل 28 يوم زين؟ ممكن أكو نساء 29 يوم أكو 30 أكو 32 ألظم تعتبر هاي نورمال زين؟ فطول الدورة السايكل لينكس 28 يوم هاي أغلب النساء كل 28 يوم تيجيهن الدورة زين؟ هذا يسمونا السايكل لينكس شباب عدي مصطلح ثاني يسمونه Cycle Duration وهي تنسألون بيها Cycle Duration يعني من تجيها الدورة يش قد تطول وتروح الدورة واغلب النساء هنا يعني اكو تقريبا 4 الى 5 تيام تستمر الدورة هاي يسموها Cycle Duration وهي تنسألون بيها بالعملي شلو الفرق بين Cycle Length وشلو الفرق بين Cycle Duration انا هسا قلت لكم Cycle Length انه كلش قد يلا تجيها الدورة تقريبا كل 28 يوم زين هاي اغلب النساء زين Cycle Duration يعني المنسر والسايكل من تجيها يش قد تطول كم يوم وتخلص زين هاي يسموها Cycle Duration اتفاقنا زين الأوفيوليشن عملية الإباضة شوك تصير بيها يوم من الدورة باليوم الرابع عشر من الدورة هاي المعلومات شباب ممكن تجيكم MCQ زين يعني Cycle Length اش قد 28 يوم الأوفيوليشن بيها يوم يصير باليوم الاربع عشر من الدورة زين اش قد الميديا ديوريشن of pregnancy بالأيام اش قد المرأة تبقى حامل بالأيام 280 يوم اش كم أسبوع اربعين أسبوع اش كم شهر تسعة تشعر زين اتفاقنا زين شباب هس نرجع للمصطلحات اللي حجيت لكم إياها مو قلت لكم هكو ثلاث مصطلحات مهمة عدنا Gestational Age عدنا L&B عدنا EdD شباب عدكم المفتاح مالتكم هو L&B زين هو هذا المفتاح مالتكم اذا عرفتوا L&B بصورة صحيحة اللي هو Last Minestral Period اذا عرفتوا Last Minestral Period بصورة صحيحة رح تقدرون تطلعون من عنده EDD اللي هو Expected Date of Delivery يعني شوق تتجيب المرأة ورح تعرفون به Gestational Age Gestational Age يعني يا شباب هي لحد اليوم اذا المرأة حامل لحد اليوم اش قد وصلت كم اسبوع وصلت بالحامل زين هذا يسمونه Gestational Age هس رح بسركم ياها وحدة وحدة شباب اول شي ال L&B رح يجيني طالب يقول لي دكتور شنون اعرفه انت قلت لي المفتاح الرئيسي بالحال ما للسؤال هو ال L&B زين انت لازم تعرف ال L&B شباب بالامتحان بالاسئلة من رح تمتحنون هو رح ينطيكم ال L&B زين ينطيكم ياها بالسؤال ويقول لكم اريد ال EDD يعني ينطيكم ال L&B Last Minestral Period ويقول لكم اريد ال EDD Expected Date of Delivery ينطيكم اخر مرة جدت الدورة للمرأة يسموها Last Minestral Period ويريد منعدكم شوك تتجيب هاي بالاسئلة كل السهلة تطبقوا قانون تطلع النتيجة بس انا اللي يهمني شلون تطلعون Last Minestral Period من المرأة بالمستشفى زين يعني انت من تتاخذ history من المريضة شلون تسألها عن Last Minestral Period شباب السؤال رح يكون كلاتي هو شنو Last Minestral Period دكتور Last Minestral Period يا شباب هو الشوكت اول يوم من اخر دورة هي شو رح يكون سؤالكم زين هسا مثلا اني تخيلوا اني بالمستشفى واخو قدامي pregnant woman مرأة حامل زين ده اسألها ده اقولها هسا انت حامل مو صح رح تقول لي اي صح زين الشوكت اول يوم من اخر دورة اجتتش شباب اثناء الحامل تعرفون اثناء البرغنانسي المنستر والسايكل تنقطع زين ما اكو من استر والسايكل ما اكو دورة بعد اكيد زين فاسألها عن اخر دورة اخر من استر والسايكل بس لي مثلا شباب اخر من استر والسايكل شوفوا خلي نضرب مثال المنستر والسايكل احنا قلنا طولها 28 يوم cycle length 28 يوم زين يعني استمرت كل 28 يوم يلا تجي ها الدورة اجت ها الدورة شغلت حتستمر حتستمر خلي نقول يوم يومين ثلاثة يام أربعة يام أوكي خلي نقول تستمر أربعة يام أو خمسة يام زين اللاست منستر والد بيريد هو أول يوم من آخر دورة زين أول يوم من آخر حيض زين يا شباب أول يوم من آخر حيض يعني مثلا أنا بالمستشفى سألت المرأة سؤال هي حامل قلت لهش وقت كانت عندك آخر دورة أول يوم من آخر حيض أو أول يوم من آخر دورة شو راح تقول لي خلي نفرض قلت لي مثلا خمسطعش ثلاثة الفين وثلاثة وعشرين اوكي خمسطعش ثلاثة الفين وثلاثة وعشرين اوكي هذا رح عيدلها السؤال انتو مو قلت لكم هي تشي طبعا ها شباب مو كل النساء يعرفن اكو نساء مثقفات زين ويحسبن ويعرفن هاي السال فيحسبن اكو نساء تقول لك اصلا انا ما دري شو وقت حملت وجبت وهاي وشو وقت فتت في شهري اصلا ما تدري كل شي فهاي حسب الفيميل بس بالغالب أنتو حاولوا تطلعون من عدها أول يوم من آخر حيط كتبولي فوقها أول يوم من آخر دورة او أول يوم من آخر حيط زين انتو سألتوا المريه هاي اللي بالمستشفى قلت لكم قلتوا لها شو وقت يعني أول يوم من آخر دورة يا جاتش حتتقول لكم خمسطعش ثلاثة الفين وثلاثة وعشرين رح تقول لها عيني ام فلان او اسمها عيني حاضرتش ما اريد شوف رح تتكرر عليها السؤال بطريقة ثانية حتى تتأكد انطلتك الرقم الصح لو لا رح تقولها انا ما اريد اخر يوم من الدورة يعني اش وقت انقطعت الدورة لا اريد اول يوم من هاي الدورة رح تقولك ها دكتور هي الدورة مالتي اربع تيام زين هي خلصة يوم 15 يعني اش وقت جتها جتها يوم 11 انا اللي يهمني يا شباب اول يوم من اخر دورة اول يوم يعني اش وقت اول يوم جتها الدورة اخر مرة مو اخر يوم من الدورة زين مو last menstrual period فقط مو اخر يوم من الدورة لا يهمني اول يوم من اخر دورة اوكي تأكدت من عدها قلت لي مثلا 13-03-2023 هس انت اش قدرت تطلع قدرت تطلع last menstrual period قدرت تاخذها من المريضة عرفت شلون انطلع last menstrual period من المريضة اول يوم من اخر حيض او اول يوم من اخر دورة تسألها سؤال طبيعي اش وقت اخر مرة اجتتش الدورة اول يوم من هاي الدورة اش وقت كان اول يوم اجتش بيه الدورة من هاي اخر دورة رح تنطيك التاريخ من هذا التاريخ انت من ال RMB من قدرت تاخله من المريضة رح تقدر تطلع ال EDD والجستيشن زين رح يجين الطالب يقولي شون اطلع ال EDD رح اقولك عندك فتقانون كل السهل مطبقة وين هذا القانون شوفوا شباب هذا القانون اضيفون 7 تيام زين وتنقصون 3 شر اضيفون 7 تيام وتنقصون 3 شر هذا زين يسمونه نيقلز رول زين يسموها نيقلز رول نيقلز رول هاي يسموها نيقلز رول النسبة الى العالم اللي اكتشافها زين رح تقدرون تحسبون ال EDD الـ expected date of delivery من ال LMP مثلا هي شوكت قلت لكم هذا الـ example هذا الـ example كلش مهمتا شباب ركزوا يا ايا الـ example ما للـ LMP last minute of the period انتو مثلا قلت لكم 15 اكتوبر زين 15 اكتوبر يعني شنوه يعني 15 عشرة فانتو فوق الايام فوق الـ 15 قد رح تضيفون 7 اتيام 15 زاد 7 22 اوكي 22 شهر العاشر اللي هو اكتوبر شا سوون من عنده نقصون من عنده 3 شر زين ناقص 3 زين يعني هو شهر العاشر زين الاكتوبر عشرة ناقص 3 يرجع لشهر السابع اللي هو جولاي فش قد الـ expected date of delivery مثلا اذا هي قلت لي 15 10 2022 شباب اذا قلت لي انا جتني دورة اخر مرة 15 عشرة 2022 يعني قبل سنة تقريبا 15 عشرة 2022 زين شو وقت اقول لها انت اتوقع تجيبين اتوقع تجيبين يوم 22 سبعة 2023 رح تقول لي شنون عرفت دكتور انت يعني ساحر وعرفت رح تجيبه بهذا اليوم رح اقول لك لا هي ببساطة انا من اللاست منستر والبيريد من عرفت انه هي اخر دورة جايتها 15 عشرة 2022 حطيت فوق ال 15 يوم حطيت فوقها 7 ثيام صارت 22 شهر العاشر نقصت من عندها 3 شهر صار شهر السابع فصارت ممكن تجيب يوم 22 سبعة 2023 زين اتفقنا اعطيكم مثال ثاني مثلا مريضة اوكي مريضة اا قلت لكم الراست منستر والبيريد مالتي بس خلي اكتب لكم اياها الراست منستر والبيريد مالتها اول يوم من اخر حيض كان يا شباب مثلا خلي نقول اا معش 3 2023 معش 3 2023 زين معش 3 2023 23 احسبولي EDD احسبولي expected date of delivery زين ااني شنطيتكم انطيتكم اول يوم من اخر حيض اللي هو last menstrual period قليت منعتكم EDD شو وقت تجيب هاي المرأة رح تقولي سهلة دكتور معش زين عفوا ازود فوقها 7 تيام معزاد 7 19 زين الشهر اناقص من عندها 3 شهر شباب الشهر يا اما تنقصون من عندها 3 شهر يا اما ضيفو لها 9 شهر انا قلت لكم هنا تنقصون 3 انتو هنانش رح تقولون 3 ناقص 3 صفر يعني تجيبه بشهر الصفر يعني صعبش تصير عليكم هنانا فش سوون زيدوا 9 تيشر زين هي السنة مو 12 شهر فانتو يا اما تنقصون 3 يا اما زيدون 9 تيشر 3 زيدوا فوقها 9 تيشر قد تصير تجيبه بشهر الـ 12 فايذا تجيب 19-12 اش قد 2023 مو تسووها 2024 شباب ترا هي كمنسنز منطقية المرأة قد تحمل 9 تيشر من شهر الثالث بس الهدف انو انا اعرف يا يوم بالتحديد زين 12 صارت 17 لنزود السبع تيام 3 نقصت من عدها 3 رجعت الشهر الثالث يعني صارت صفر او شباب 3 زيدوا فوقها 9 تيشر 3 زائد 9 هصير 12 تجيب يوم 19-12 2023 وقعتكم فتش يسمونه جستيشنال ايج يا شباب اللي هو جي اي يختصرونه جي اي شباب اللي هو جستيشنال ايج جستيشنال ايج اللي هو عمر الطفل لحد اليوم يعني انا مثلا مو قلت لكم هاي المرأة last menstrual period اول يوم من اخر حيض مالتها كان 12-3-2023 احسبولي جستيشنال ايج جستيشنال ايج اليوم اش قد بالشهر يا شباب ما اعرف اليوم اش قد بالشهر بس لحد اليوم هي اش قد صار لها حامل يعني خلي نفرض مثلا اليوم انا صراحة ما اعرف اليوم اش قد بالشهر خلي نفرض اليوم خلي نقول 22-9 اوكي ما متأكد من التاريخ 22-9-2023 زين انتو تحسبون من 12-9 الى يوم 22-9 الى حد هذا اليوم اش قد صار لها حامل طبعا الجستيشنال ايج تحسبونه بالاسابيع بالويك مو بالاشهر زين يعني كم اسبوع صار لها حامل زين هذا هيعلموكم عليه ان شاء الله بالعملي زين هذا الجستيشنال ايج انتو هل سماء مطالبين بيه بالعملي حد تتعلمونا بس ضروري تتعلمونا زين يا شباب لانو تنسألون بيه بالامتحان زين فتحسبونه من تاريخ الـ12-3 لحد تاريخ اليوم اللي هو 22-9 تحسبون اش قد gestational age عمر الطفل لحد الان يعني اش قد صار لها حامل كم اسبوع تحسبونه بالاسابيع مو بالاشهر تفقنا تفقنا هذا هو شون نحسب او شون نطلع اذنين لثلاثة شغلات المهمة اللي هي يا شباب الـ last ministerial period والـ expected date of delivery والجستيشن تفقنا تفقنا زين اهنا نشكاتب لكم خلينا ارجع راجع لكم هاي مننا شباب هاي الاشياء اللي خليت عليها هنانا هي شي عفوليها هسا نرجع لها بنهاية المحاضرة تعالوا خلي نكمل مننا dating the pregnancy شلون نحسب الـ pregnancy شلون نحسب الحامل اول شي الـ pregnancy has been historically dated from the last menstrual period يعني اني ابدي احسب للحامل من اول يوم من اخر حيط من الـ last menstrual period زين يا شباب من الـ last menstrual period ابدي احسب الـ pregnancy زين الـ pregnancy جدي طول 280 يوم 40 اسبوع 9 شهر زين اكوفتشي سمونا الـ EDD الـ expected date of delivery هذا اطلعه من الـ LNB زين من ينطيني بالسؤال LNB الـ last menstrual period اقدر اطلع من عنده واتوقعش وقت تجي من المرأة زين الـ cycle length كل شقد يالله تيجيها الدورة كل 28 يوم هاي اغلب النساء النورمل زين اكوفتشي سمونا cycle duration انه الدورة من تيجيها شقد تطول قلتكم اغلب النساء 4 الى 5 تيان زين و الـ expected date of delivery شلو ان نحسبه قلتلكم by taking the date of last menstrual period يعني تحسبونا من الـ last menstrual period شا سوون الضيفون 9 تشر و الضيفون 7 تيام زين انا قلتلكم الضيفون 7 تيام وتنقصون 3 تشر او الضيفون 7 تيام وتزيدون 9 تشر حيطلع لكم الـ EDD من الـ last menstrual period زين شباب in most antenatal clinics شباب كلمة antenatal مهمة كلمة antenatal هتسمعوها هواية antenatal يعني الرعاية قبل الولادة او الفترة اللي قبل الولادة فترة الحامل يسموها الـ antenatal يعني بالـ antenatal clinic بالعيادات اللي هي قبل الولادة اللي تروح الها النساء الحوامل شون يحسبون الـ EDD خوا ما تقعد الدكتورة عندها LMB زين تاخذ من عندها وتحسب زي 7 تيام زي 9 تشر لا اكفت شي سمونا pregnancy wells او يسموها pregnancy calculator شباب هتش مثل العجلة مثل الـ wheel زين مثل العجلة زين هي بس تخلي بيها الـ LMP زين بس تدخل بيها التاريخ مال الـ LMP قبل حيطلع لها الـ EDD زين فايس شغلة اسرع زين فبالـ antenatal clinic بالعيادات الـ أكل pregnancy calculators اللي هي حاسبة الـ pregnancy شباب هتش حتى بالتليفونات اكو تطبيق اسمه pregnancy calculator زين تقدرون تنزلونه وتطبقون عليه زين او يسمونا pregnancy wheel تلقونا سواء ان كان ابل او اندرويد هتلقون دي هذا التطبيق اللي اسمه pregnancy calculator زين تقدرون تحسبون من عنده الـ EDD تحسبون من عنده gestational age ايضا من خلال last menstrual period بس يعني انتم منتنزلونه بالتليفون بس هيقول لك دخل last menstrual period دخل لي شوقت اول يوم من اخر حيل هيطلع لك شقد الوقت المتوقع للولادة الـ expected date of delivery ويطلع لك لحد اليوم شقدت gestational age شقدت حامل لحد اليوم زين شباب اكو معلومة مهمة هنا انا ملونها بالاصفر زين هاي كلش مهمة تسألون بيها بالعمل شوفوا شباب almost all women have an ultrasound scan in the least first trimester or early second trimester شباب انتم مثل ما تعرفون الحامل الى كم trimester ينقسم الى three trimester first trimester second trimester third trimester شباب first trimester من بداية الحامل من الاسبوع صفر الى الاسبوع 13 زين هذا يسمونه يعني لحد ما تصير حامل 13 week يعني 3 شهر زين هذا يسمونه first trimester زين second trimester يبدي من ال 14 week الى 26 week زين هذا يسمونه second trimester زين third trimester اللي هو يبدي من الاسبوع 27 من الحمل لحد الاسبوع 39 من الحمل زين هذا trimester زين هنا كل 3 شهر يعتبر ان trimester شباب اغلب النساء او كل النساء تقريبا زين يسون sonar ultra sound شوكت تقريبا in the late first trimester بنهاية الاسبوع بنهاية ال first trimester بنهاية اول 3 شهر يعني تقريبا من الاسبوع العاشر للاسبوع ال13 زين اغلب النساء من الاسبوع العاشر للاسبوع 13 من الحمل يسون ultra sound زين او مرات شو وقت يأخر نذني شوية يأخر بداية second trimester يعني بالاسبوع للا 14 بالاسبوع للا 15 زين يسون هذا ultra sound ليش يسونه اول شي to establish dates هذا يعتبر ادق من الالم زين الالترا sound السونار ادق من الالم اذا سونا بداية او بنهاية الفرست trimester او بداية السكن trimester حتى احسب الحمل واعرف وش وقت تجيب المرأة اعتمد علي اكثر من الالم زين وايضا ليش نسوي ultra sound حتى to ensure that the pregnancy is ongoing يعني نتأكد انه المرأة حامل ايضا وحتى نحدد النمبر او فيتس هل هي حامل واحد هل هي حامل between توأم زين لازم نعرف زين نشوف اش كاتب لكم هاي الملاحظة if performed before 20 weeks can be used for dating the pregnancy هاي المعلومة كلش مهمة اذا ultra sound المرأة سوتها قبل 20 اسبوع من الحمل زين يعني نهاية الفرست trimester او بداية السكن trimester يعني من نهاية الفرست trimester اللي هي زين هذا اقدر اعتمد عليها ل dating of pregnancy يعني اقدر من خلالها اعرف اش وقت تجيب المرأة اعتمدها كحساب افضل من ال L&B وهاي المعلومة وين كاتب لكم اياها كاتب لكم اياها هنانا شوفوا شباب هاي هنانا جوه اكوف اش سامونا ال ultra sound اللي هو السونار ال ultra sound more accurate اكثر دقة من ال L&B زين اكثر دقة من ال L&B بس شرط ال ultra sound مو تسوي بنهاية الحامل بال third trimester لا ال ultra sound لازم يسوي من البداية بال late of first trimester بنهاية اولة 3 شهر او بال early second trimester او بداية second trimester اتفقنا اتفقنا يعني انا باختصار اذا ال ultra sound تسويه قبل 20 اسبوع من الحامل هذا نقدر نعتمد عليه بحساب ال pregnancy افضل من last menstrual period اتفقنا اتفقنا اوكي اتكم فتشغلتين طبعا ال ultra sound يستخدم فتشي اسمه crown rump measurement زين يا شباب بس كتبوا هسا انتو كتبوا بجوجل crown rump measurement شباب ل crown rump measurement هذا فتشي بال ultra sound ال ultra sound يقيسه زين من الاسبوع العاشر للاسبوع 13 ويطلع عنا الاشغد عمر الطفل زين ورا الاسبوع 13 من الاسبوع ال 14 للاسبوع العشرين يعتمد على ال head circumference يعني على محيط الراس السونار يقوم يحسب محيط الراس من الاسبوع ال 14 للاسبوع ويحدد النا بيا اسبوع الطفل اتفقنا اتفقنا اليالك بتعرفونا شباب كل النساء لازم يسوو لهن ultra sound سونار بنهاية first trimester in the late first trimester او early second trimester ليش حتى date مال pregnancy زين حتى نحدد الفيتس زين واذا سونا ال ultra sound السونار قبل الاسبوع ال 20 من الحمل فنقدر نعتمد عليه بحساب الحمل ويكون ادق من ال lmp اتفقنا تكملت الهيستري شباب اكو فتشي سمونا past obstetric history شباب past obstetric history يعني التاريخ الولادات السابقة ال obstetric الولادات الباست الماضية يعني تسألون المرة شكم مرة جايبة قبل يعني شكم طفل عندك رح تذكر لك ياهم وتعدد لك ياهم جايبة مثلا اربعة زين فأنت تقول عدها مثلا اربعة قبل بالهيستري رح تتعلمون شون تكتبوها طبعا وتحكي على كل طفل من عدهم يعني مثلا بالحمل الاول اللي مثلا قالتلي جايبة عني ثلاث مرات قبل ثلاث أطفال بالباست أوبست ركستري أحكي على ذول البريفيس البرغنسي الحمل مالتهم صار طبيعي زين صارت مشاكل اثناء الحمل صارت مضاعفات اثناء الولادة زين ذول الولادات السابقة جوي عايشين للدنيا زين الولادة كانت طبيعية لو قيصرية زين ورج قد رضع الطفل من اجي للدنيا نحكي على البريفيس على الحمل السابق بكل تفاصيل زين رح دزلكم شباب فد هستري زين بي دي اف زين تعتمدون عليها من تروحوا للمستشفى أول اسبوعين ثلاثة زين تتعلمون عليها تتدربون هو بأسئلة ثابتة انتو بس تجون تسألون هاي الأسئلة زين وراء الباست أوبستتريك هستري شباب عندنا فجزء من الهستري سمونا غينيكولوجيكال هستري الغينيكولوجيكال هستري تسألوها عن المينارك زين أول دورة اجتها أول دورة اجتها للمرأة زين تقولولها بيا عمر زين اجتتك هاي سموها المينارك الفيرست مينارك أول دورة اجتها زين اش قد تقول الدورة مالتها البيريت هل هي منتظمة أو لا زين تاخذين كونتراسابتف تاخذين حبوب منح حمل صايرة عندش مثلا انفكشن بالجهاز البولي زين صايرة عندش انفكشن بالجهاز البولي أو بالحوض تسألوها واذا صايرة عندها انفكشن اش اخذت لها تريتمنت تسألوها ايضا عن آخر مسحل عنق الرحم تقولولها شوكت سويت آخر مسحل عنق الرحم بالغالب العراقيين ما عدوا هذا الشي يعني ما يسوون مسحل عنق الرحم بس المثقفات يعني كلش ذني ممكن تقول يسوون لا يعني مسحل عنق الرحم فمن تسألوها اذا قالتكم ايه مسوية تاخذون اش وقت تسوتها شنو شانت نتيجتها زين كان بيها اكو ابنورمال لو لا اذا كان بيها ابنورمال افيس يعني اذا كان بيها ابنورمال شنو التريتمنت اللي اخذت زين وتسألوها اذا مسوية مثلا gynecological surgery gynecological surgery يعني عمليات تخص النسائية مثلا شايلة الرحم مسوية عملية شايلة مثلا انبو فالوب او قناة فالوب تسألوها عن gynecological surgery يخاف مسوية عملية جراحية زين اه لها علاقة بالنسائية زين هسا خلاص الهيستري الجديد رح ترجعوا للهيستري القديم مالتكم بعدين ترجعون يا شباب عمليات قبل العملية تاخدون اكيد بها شون استخدمونها تخدير general anesthesia local anesthesia زين وخاف صار عدها مضاعفات بالعملية هيتعرفوها زين السايكاتريك هستري شباب هذا فتش يعني ما شنتوا تاخذوا سابقا بس هذا موجود بالنسائية ضروري تسألوه عن السايكاتريك هستري خاف عدها اكتئاب زين خاف عدها شباب البوست بارتم يعني بعد الولادة البارتم يعني ولادة بوست بعد بوست بارتم بلو هاي شباب المرأة يصير عدها change بالمود زين تتكئب تدخل باضطرابات تصير شوق بعد الولادة زين نتيجة هرمون change زين فتسألوها خاف مثلا اذا هي مثلا جايبة وده تاخذون من عدها هستري وها مثلا بعد الولادة تقريبا هاي وراء اسبوع الى اسبوعين او ثلاثة أسابيع من الولادة الصير هاي البوست بارتم بلو زين يعني صير عدها بعد الولادة زين هم تسألوها خاف عدها اكتئاب او اي مرض نفسي زين بعدين تسألوها عن الفامولا هستري عدكم مثلا امراض وراثية بالعائلة سكر ضغوط زين امراض مثلا وراثية بالعائلة يعني امراض نفسية بالعائلة كلها تسألوها بالفامولا هستري السوشيال هستري تعرفون تسألوها عن السموكينج عن الكهول زين الماريتال ستيتاس من الزوجة او لا اش تشتغلين يعني ايضا زوجها شيش طول او لدراكس تسألوها عن الادوية اللي تاخذها زين الادوية وخاف عدها الارجي من فتشي حساسي من فتشي ايضا تسألوها اثناء الحمل اخذتي الفوليك اثناء الحمل لانه مثل ما تعرفون الفوليك اثناء الحمل ممكن يمنع التشوهات الخلقية زين خلاص يا شباب الهستري شوفوا شباب الهستري هساني كله شرحت لكم ايا اي سؤال عدكم عن الهستري تقدرون تسألوني بي زين يا شباب هسا اتفقنا اتفقنا هسا شباب رح اروح لكم الفت ملف ثاني الملف الثاني هو ارتب من هذا الملف زين هسا احنا خلصنا الهستري ان شاء الله بالبارة الثانية هناخذ اللي افتهم اوكي هذ هي اجزاء الهستري بالنسائية يعني شباب هي تقريبا نفس الهستري بس ضفنالها شنو ضفنالها شون نطلع الالم بي شون نحسب الEDD شون نحسب ال نسألها عن الحمل السابق هاي اللي هنانا كانت وعن يعني اول دورة اجتها زين الدورة كلش قد تجيها ليا منتظمة او سوي مسحة العنق الرحام زين هاي الاسئلة اخاف ماخذ contraseptive pills حبوب منع الحمل زين هاي الاسئلة الجديدة والباقي ترى نفس الهستري السابق بس اكو بيها اجزاء جديدة فهذا شباب رح اروح اني وياكم الفد ملف ثاني زين هذا الملف عليكم تركزون بي وياية حتى ناخذ الأوبستترك هستري شباب هس ان شاء الله الأوبستترك هستري هذا الملف افضل هذا الملف رح اعلمكم شلون تاخذون الأوبستترك هستري بصورة افضل زين يا شباب تركز وياية هذا الملف رح احتي عسري لأن احنا حتي انا شباب بالأوبستترك هستري بالبداية اتبلش بهاية هذا السلايج يسمونه personal information شي المترجم للقناة 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 هو عدد البرغنانسي بغض النظر عن النتيجة أوكي اللي ألان بي عرفنا شون نطلعها زين ال-EDD أيضا وال-Gestational Age هذا نيكوليتين تكتبوهن بال-Personal Information لازم بالبداية يكونن مكتوبات بال-History بعدين تدخلون على Chief Complaints Chief Complaints هي المشكلة الرئيسية Brief Statement of the General Nature and the Duration of the Main Complaints يعني بس تكتبون المشكلة الرئيسية وال-Duration مالتها هاي يسموها Chief Complaints بعدين تجون ال-History of the Presenting Complaints يعني المشكلة تجون تفصلوها مثلا المليظة قالت لك أنا عندي Abdominal Pain زين يا شباب قالت لك عندي وجع بالبطن Abdominal Pain فأنت تجي تفصل ال-Abdominal Pain بيا مكان Sight Malta هل هو مستمر له متقطع ال-Character Malta Colicky Lost Tabbing Lotion Relieving وال-Aggravating Factor شمو الأشياء اللي تسكن الألم شمو الأشياء اللي يزيد الألم هل الألم يضرب على فت مكان معين Radiation Malta والأعراض الثانية اللي هو Associated Symptom زين إذا مثلا ما قالت لك عندي Abdominal Pain قالت لك عندي Viginal Bleeding ش تسأل عن ال-Viginal Bleeding ش قد كميته زين ال-Amount تقول لها مثلا قيسيلي هذا ال-Bleeding من السكان ربع السكان نص السكان السكان كامل حتى تعرف Severity Mal ل-Bleeding فش قد الكمية مالته هل هذا ال-Bleeding أكوية Passage of Clots هل تمر ويا خثرة أو مخاط أو تسألوه هي شي تمر ويا خثرة أو مخاط حتجاوبكم لا هو بس مثلا نزيف هل ويا ألم زين هل مثلا يصير ويا Vinting Attack إغماء زين هذا يدليكم على Severity Mal Viginal Bleeding فهي أسئلة تسألوها زين كل هاي الأسئلة يعني شباب ال-History of the Present Complement تفسرون المشكلة بتفاصيلها زين اتفقنا بعدين ترجعون ورا Review of Other Systems تسوّوا review للسيستم شعور ما شنتو تأخذون بالبطنية زين تفسرون زين تسألوها أول شي عن ال-Apetite ال-Weight Lose ال-Weight Gain الأشياء اللي صارت هاي General Symptoms بعدين ترجعون على ال-GIT تسألوها Urinary Symptoms Cardiovascular Respiratory Other Systems سوّوا review للسيستم وراها هذا الجزء الجديد هذا اللي ما موجود الجزء اللي ما موجود ببقية ال-Historyات يسمون History of the Present Pregnancy هذا لازم تسألون علي يا شباب بالتفصيل History of the Present Pregnancy تبدون تقسمون الحمل مالتها إلى Three Trimester First Trimester اللي هو من الأسبوع 0 إلى أسبوع 13 Second Trimester اللي هو من أسبوع 14 إلى أسبوع 28 والThird Trimester اللي هو من أسبوع 29 إلى الولادة زين يا شباب كل Trimester تسألون بي عن أول مثلا أول Trimester How Pregnancy is Diagnosed شون عرفت نفسك أنت حامل رح تقول لك مثلا سويت تحليل إدرار أو سويت تحليل دم أو سويت تحليل هذا السريع مع البيت زين اللي هو كشف الحمل زين فتعرفون شون عرفت نفسها حامل بالبداية أو مثلا تقول لك سويت سونار وطلعت عرفت نفسي حامل How Pregnancy is Diagnosed تكتبو لها زين Conceived spontaneously or on treatment يعني هل الحمل صار spontaneously بصورة طبيعية لو كانت تأخذ treatment يعني هل الحمل بلان كان مخطط إله لو أنا بلان غير مخطط إله زين الانسي اللي هو الانتي نيتال كير شباب الانتي نيتال كير اللي هي اللي ما قبل الولادة الرعاية ما قبل الولادة هل كانت ريجولر لو الريجولر هاي شون تعرفوها تسألون المريضة تقولولها ش أنت تراجعين الدكتور تش بانتظام المفروض المفروض حتى نقول على الانتي نيتال كير على الرعاية ما قبل الولادة نقول عليها ريجولر منتظمة لازم على الأقل مرة كل أربع أسابيع يعني كل شهر تروح مرة للدكتورة زين هاي نسميها ريجولر انتي نيتال كير زين نسألها أيضا عن البين صار عندك مثلا وجعب البطن وجعب الظهر بأول 13 من الحمل زين صار عندك بليدنك بأول 13 من الحمل صار عندك لعبان نفس أو تقيو هاي سموها Hyper-Amsysgraphy Darum دائما نصير ببداية الحمل Hyper-Amsysgraphy Darum زين نوزي وفومنتينك صير ببداية الحمل زين هاي الصير أوكي نسألها خاف عندها مثلا صار عندك عدوى بالجهاز البولي صار عندك حرقة بالإدرار زين صار عندك مثلا تبول ليلي هذني الـ الأعراض ما للجهاز البولي اللي هنو صار عندك حرقة بالإدرار صار عندك مثلا كثرة بالإدرار صار عندك صعوبة بالإدرار صار عندك إدرار ليلي هذني الأسئلة ليش نسألهن لأنه كلش كمن أنه بالـ أثناء الحمل الصير الـ UTI الـ خصوصا بالـ بالأشهر يعني شهر الرابع والخامس والسادس من الحمل كلش ضروري تسألون عن يعني مثلا صار عندك حرقة بالإدرار صار عندك صعوبة بالإدرار زين صار عندك كثرة بالإدرار قلة بالإدرار هاي كلش مهمة لأنه UTI كلش كمن بالـ برغنانسي أوكي فهي كلها الأسئلة تسألون عليها بالـ بالش اسمه بالفرست ريمستر تسألوها هل تتأخذين أدوية بالفرست ريمستر تعرفتي الفد إشعاع بالفرست ريمستر هل عندك ضغط أو سكر زين كلها تسألوها عليها بالفرست ريمستر بعدين بالـ ثاني تتأخذين نفس الأسئلة هل عندك أبدومي للبين هل عندك نزيف صار بالـ ثاني تتأخذين يعني من الشهر الثالث للشهر السادس صار عندك وجع بالبطن صار عندك نزيف صار عندك الزيادة بالوزن كانت يعني منتظمة أو غير منتظمة وتسألوها أول مرة تحرك بطنش أول مرة مثلا تقول لك بالشهر الرابع بالشهر الخامس حسيت أول حركة هل يسموها الشباب الشباب هي أول حركة للطفل تحسها الأم بس تقول للأم بيا شهر صارت أول حركة للطفل هاي تكتمها بالغالب هي صار بالـ يعني لو بالشهر الرابع لو بالخامس لو بالسادس فلذلك نسأل عليها بالثيرد ترايمستر هم ما تنسأل عن وجع البطن صار عندش نزيف صار عندش أعراض بليورانري سيستم صار عندش وزن زايد صار عندش أنتينيت يعني أنتينيتال كير الرعاية ما لتلطبيب أو تروحين يعني للمستشفى بصورة مستمرة أو للدكتورة ما لتش بصورة مستمرة هاي يسموها الأنتينيتال كير أوكي الباست أوبستترق هستري شباب تسألوها وشوقت ورا الزواج كونسيف وشوقت حبلتي زين ليش شباب بدأ نسألها شوقت اتزوجتي وشوقت حبلتي لأنه مثلا قالت لكم أنا اتزوجت بال2019 أوكي وبلا 2022 يلا حبلت زين يعني من 2019 إلى 2022 يلا حبلت يعني هاي كانت أكو فترة بين 2019 إلى 2022 هاي ممكن يصير عدها عقم زين أو عقم زين يا شباب فممكن يصير عدها عقم فهاي احنا نسأل شوقت اتزوجتي وشوقت حبلتي زين خاف أكو any period of infertility خاف صير عدها عقم زين على كل على كل يعني احنا قلت لكم بالباست أوبستطرق هستري نسأل عن الحمل السابق شكم مرة صير عدها حمل سابق لكل حمل سابق ش نسأل شقدة لدوريشن مالته يعني شكم شهر وجبتي زين كان عندي شفن مضاعفات أثناء الولادة المود أوف ديليفري شجبتي يعني ولادة طبيعية لو سيزيريان سكشن عملية قيصرية البلايس أوف ديليفري وينجيبتي بالمستشفى بالبيت الأوتكم هل طلع ميل أو في ميل زين صارت عندها مشاكل بعد الولادة رضع من عندش طبيعي زين ونسأل على كل الحمل هيتشي هذي سامونا الباست أوبستطرق هستري شباب عندنا فتشي سامونا المنستر والهستري المنستر والهستري هذي يعتبرونه جزء من المنستر والهستري نسألوه عن الأيج أوف مينارك أول عمر أو أول مرة إجتها الدورة بحياتها زين أغلب النساء تقولك مثلا من شرك بالثاني متوسط أنت لازم ترجع تحسب من شانت بالثاني متوسط حيث كان عمرها زين أو أكل مثقفات يقولك مثلا أنا عمري 11 سنة جتني أول دور عمري 12 سنة عمري 14 وهكذا فأول عمر إجت بي الدورة الدورة مال كل دورة واللنكث مالتها قلت لكم الـ Duration يعني الدورة من تجيها شقد تستمر واللنكث مال الدورة يعني كل شقد يلا تجيها الدورة هل كانت مؤلمة الدورة وإذا كانت مؤلمة هل أخذت لها علاج أوكي ها كلها تسئلوها كلها تكتبوها بالـ History الـ Gynecological History تسئلوها أيضا العمليات الجراحية اللي مساويتها الـ Lacer Vical Smear زيان يعني شوكت مساوية آخر مسحل عقل رحم إذا شارع لها مثلا Bain أو Bleeding أثناء الـ Intercourse أثناء الجماع وغيرها خاف عندها عقم زيان خاف تاخذ Contraception يعني منح حامل زيان والـ Type of Contraception يعني شو تاخذ تاخذ حبوب لو خليها مثلا Intra-Eutrine Device جهاز داخل الرحم اللي هو يسمونه اللولت زيان فتعرفون نوع الـ Contraception هاي كلها شباب تحسوها صعبة عليكم بس هاي المحاضرة قلت لكم غير كافية إنه بس على الشرح النظري لازم وياها تطبيق عملي وهو يعني نص السنة حتكونون يلا مضبطين الـ History ما نسائية بعدين يرجع الـ History طبيعي عنده تسألوها عن Medical History Past Medical History الأمراض خاف صاير عندها مثلا ضغط سكر زيان Pasturgical History بساوي عملية قبل لا نوع التخدير صار عندش مضاعفات نقلولش دم أثناء العملية هاي الأسئلة الإدراق History تسألوها عندها مثلا حساسية من إدراق زيان الأدوية اللي تستخدمها زيان Family History خاف عندها مثلا أمراض وراثية بالعائلة أو عندهم مثلا أمراض بالعائلة عندهم سرطانات بالعائلة زيان خاف عندهم مثلا History of Twin Pregnancy مثلا أمها جيب توم زيان توائم فهي ممكن يصير عندها History of Twin Pregnancy هم تسألوها Social History تسألوها عن أنه تدخن تشرب زيان هاي Social History حتشينا هاي هي أجزاء الـ History شباب هذا الملف اعتبدوا عليه أفضل لأنه هذا الملف أفضل مرتب زيان هذا هو الأوبستتريك History بكل ترتيب زيان يا شباب يعني في البداية مثل ما تعرفون بلشنا بالPersonal Formation بعدين Chief Compliance بعدين History of the Present Illness بعدين Review of System بعدين History of the Present Pregnancy عشينا عن عن الحامل هذا اللي هي هسا حامل به كل شهر من كل 3 شهر من الحامل جمعناها سواء وسألنا عليها بعض الأسئلة زيان بعدين الباست أوبستتريك هستري سألنا بعدين الGynecological هستري الGynecological هستري اللي هو يشمل المنستر والهستري وهي الأسئلة زيان بعدين الباست ميديكال باست سيرجيكال دراج هستري فاملي هستري والسوشيال هستري لهنا يا شباب تكون خلصة محاضرتنا البارت الأول من عدها اللي حشينا به على الهستري أنا أعرف طولت بس طولت ترى مو على مودي على موتكم أنا أقدر أشرح بس ذاك البارت وأوقف خلص وها هي خلصة المحاضرة بس أنا جيت هنا على هذا الملف الثاني حتى أوضح لكم الهستري بكل تفاصيل أي سؤال أو استفسار عن الأوبستتريك هستري عن أخذ التاريخ المرضي بالنسائية تقدرون تتواصلوا يا أيا ألتقيكم محاضرة أخرى إلى اللقاء